السلام عليكم طلاب العزاء كيف الحال اتمنى تكونوا بخير درسنا اليوم هو حلم مناقشة جميل بثينة السيطة المناقشة صفحة 53 سؤال اول ما الذي ميز اسلوب الشاعر في قصيدته الجواب صفحة 53 اهم ما تميزت به قصيدة جميل بثينة هو الاسلوب السهل الذي يوصل للمعنى المراد منه ويطغى عليه الشعور الصادق العفيف ليعكس الطهر والعفاف الذي ميز الحب العذري والذي حمله جميل لعبيبتي بثينة هذا هو جواب سؤال اول سؤال الثاني قرن الشاعر جميل بثينة الحبيب بالشهيد اين تجد ذلك في قصيدته ولما ربط بينهما الجواب ان جميل يظل محبا ليصف هذا الحب بالجهاد للطفر ببثينة ويجد في الاحاديث الاحبة ما يسره وضحكاتهن البشاشة من كل لون وان العشاق الذين يموتون هم شهداء في حضرات الاحبة ما يعني انه قد ربط بين العشاق والشهداء فكلهما يموت حبا بما احب هذا هو جواب سؤال الثاني سؤال الثالث عمد الشاعر الى تكرار دل على هذا الاسلوب مبين سبب ذلك جواب نفس الصفحة يكرر الشاعر التمني الا ليتا بين تجمعه الايام بحبيبتي وتمنينا قربها وهو بهذا التكرار يؤكد امنيته بالقرب منها وهكذا تمزي القصيدة بتصوير مشاعر الحب الصادقة هذا هو جواب سؤال الثالث سؤال الرابع الى اي غرض تنتمي القصيدة والى اي نوع منه الغرض الشعري هو الغزل ايما نوع من الغزل الغزل العذري وبهذا كنت هنا من حال مناقشة اتمنى تكون استفدت من حل وبالتوفيق والنجاح الجميع ان شاء الله ولا تنسوا الاشتراك بالقناة وتفعيل الجرس